أنا شخصياً تبعت انطلاق برنامج كابيتانو مصر الأول قلت إيه كابيتانو؟ افتكرت حاجة يعني كابيتاني يعني إيه؟ وبعدين بقى اكتشفت الموضوع هو إيه؟ كابيتانو مصر أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وده بتعاون مع وزارة الشباب ورياضة أنا شايفة إنه الحقيقة ده مصنع لأحلام عدد كبير جداً 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 من ولدنا اللي بيحلموا يوصلوا موهبتهم للعالم وللأسف طبعاً في ناس كتير منهم كانوا بيفقدوا الأمل في المشوار وبيتنزلوا عن حقهم في موهبتهم لأنه هما بيقاسوا إنه هما مش ملاقيين حد يحتضن الموهبة بتاعتهم دي وإنه يحتضنها وينميها ويطور صحيح بيقعوا في الطريق مع إنه عندنا مواهب وخصوصاً بقى في القرى والنجوع والمحافظات أولاد أديكي شايفة الأولاد بتوعنا اللي مكسرين الدنيا برة كلهم جايين حتى الأقلي صحيح حلم حلم صحيح وعرضها زي ما قلنا الموضوع مش بس فكرة إنه موهبة وأحلام ومين هيلعب في نادي إيه خلينا نبصله بمنظور تاني مهم جداً سبقته لنا دول وتجارب مهمة تستحق إن إحنا نقف عندها ونشيد بها وشفناها في المونديال شفنا المنتخب المغربي اللي كلنا كنا بنحمسه بنشجعه ووقفين وراه المعظم فريقه بيحترف بره شفنا دول إفريقية معظم لعبتها برضو محترفين بره تجربة سبقنا لها غرب إفريقيا اللي بقت مصنع لتفريغ كمية من النجوم مليانين نوادي العالم بيعملوا إيه وإيه البعد الاقتصادي والاجتماعي اللعبة دي بتتباع بالملايين وبيرجع العائد ده على أنديتها اللي هي خرجتها من بلدهم الأصلية بيرجع اجتماعياً على إن الشباب دي تخرج طاقة ومواهب بتلاقي طريقها المشروع فبيبقى فيه استقرار بيبقى فيه سلام اجتماعي بيبقى فيه انتعاش وفرصة لشباب تاني إنه يحلم ويجرب يحقق وخصوصاً إنه لعبة الكورة احنا عارفين إنه هما بتاخدوا منهما ناشئين منهما صغيرين خالص مثلاً ست سنين والحاجة بتدوا يلتحقوا ثم التدرج ثم الاحتراف ممكن يكون زي مثلاً كابتن ميدو احترف وهو عنده أعتقد 16-17 سنة لما راح لعب في أعرق وأهم نوادي في أوروبا وكان أسطورة شفنا غيره كتير لكن يمكن هو كان أصغرهم سنة يعني اللي احترف بره ونفسنا نشوف كتير من تجارب دي بتلمع زي ما قلنا العائد اجتماعي العائد اقتصادي وإحنا مش أقل من منتخبات كتير إفريقية أو عربية شقيقة فيارب بيكون الكابتن هو النوة اللي بتخرج شباب واعد رياضيين لامعين نبيهين عشان نقدر نحلم ويكون لنا حق مشروع نحلم بالمونديال مش بس يعني نقعد نشجع وخلاص احنا عايزين نشوف ناس محترفة على مستوى عالمي بترفع اسم مصر وبتدخل كمان لمصر اقتصادياً عوائد كبيرة جداً بسيو علشان بقى يعني الحقيقة نرجع الحق لأصحابه عايزين نقول إنه البرنامج اللي انطلق ده هو كان حاصل على دعم الرئيس عبد الفتاح السيزي شخصياً يعني بيحاول إن هو يعني يدعم الشباب في كل المجالات وكان ليه رغبة إنه هما لازم ياخدوا فرصتهم فاتحقق حلم وهو ده أحد أحلام الرئيس السيزي وشكله ابتدى أول الطريق لتحقيق هذا الحلم واخدى بالك إزاي فالبرنامج كابيتانو مصر انطلق من خلال شاشة زميلة وهي قناة أن تي فيي يوم الخميس اللي فات القناة يعني بعتت ناس يلفوا أو المشفين على هذا البرنامج يعني يلفوا كل محافظات مصر علشان يكتشفوا المواهب الكروية عنده لدنا ويحاولوا إن هما يحقق أقولهم حلمهم بعد كده في إنهم يلتحقوا بأكبر الأندية ويحصلوا على أحسن تمرين وإعداد جسدي وفكري ومهارة كروية كبيرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربنا يوفقهم ويبقى عندنا مش ميدو واحد ولا محمد صلاح واحد وكتير ده فيه أسماء عشان أنا مش كروية انتش عارفة عندنا ترزيجي وعندنا مين تاني يفكروني يا شباب فيه حد فيه فيه واحد تاني أنا مشهور أوي بردو بردو ومستفى محمد ده وإنني طبعا أيوة وكان عندنا هاني رمزي بقى الناس الأدامة اللي زايا هيفتكلوا هاني رمزي لأ ميدو أنا قلته طبعا فلا إن شاء الله إن شاء الله زي ما بقول لحضراتكم الحلم حلو والنجاح حلو وكرة اللعبة الشعبية الأولى فإنها تكون حلم وحماس واجتماعيا بتعمل طفرة كده وانت عاشق وكمان لها عائد اقتصادي مهم في إيه أحلى من كده